طبعا لازم فعلا يبتدي هيكتور كوبر بيدور على حلول أخرى داخل منتخب مصر لازم نبتدي نفكر في التزديد مثلا من الخارج في الكرات العرضية وتتلعب بالراس يعني فيه أكتر من حلول كتيرة لكن النهاردة حتى شوفنا يمكن برضو عجبني النهاردة يا دكتور طارق في الكرات الثابتة يعني الكرات الثابتة في جملتين تلعبوا كرة ثابتة في الشوت الأول وواحدة تانية في الشوت الثاني واحدة تلعبت لمحمد صلاح والتانية تلعبت بينية فوضح أن هيكتور كوبر يعني عامل شغل في المنتخب في حلول كرات الثابتة تحديدا لو تفتكر يمكن زمان كان كابتن محمود الجهري الراحل ربنا يرحمه طبعا كان بيجيد جدا في حلول كرات الثابتة والجمل التكتيكية اللي بتتعامل والهدف الشهير اللي سجله طارق مصطفى في نهائي كاس أمم أفريقيا 98 اللي كان في مرمى جنوب أفريقيا تلعبت كرة ثابتة وتلعبت لطارق مصطفى سجلها هدف فبدأنا النهاردة نشوف برضو جمل من الكرات الثابتة يمكن كرتين اه ما أصفرواش عن أهداف لكن واضح أن فيه شغل بيتعامل من هيكتور كوبر في الكرات الثابتة تحديدا حلو